طبعاً راح مبلش معكم بأولى أخبارنا بجولتنا الأخباري واللي بيحكي عن محافظة طريف ديمشق طبعاً وكلنا بنعرف أنه فيه إجراءات حكومية ومؤسساتية عم تكون موجودة اللي هتخفف من العبء والتعب الكبير اللي عم يكون على أشقاء طبعاً لبنانيين والسوريين أيضاً لأنه نحن عدد السوريين اللي دخلوا إلى سوريا من لبنان كان أكبر من عدد حتى الأشقاء اللبنانيين فأنت فيه كمية كبيرة من الأشخاص موجودين أكيد ففيه إجراءات محددة تجهت لفوراً المحافظات والمؤسسات وحتى الحكومة بالمجمل يعني طبعاً بيناتهم زيادة كمية الطحين للمخابز مع استمرار وصول الوافدين كشف نائب محافظ ريف ديمشق جاسم المحمود لأثر طبعاً بريس أنه توزيع الخبز للوافدين اللبنانيين يتم عبر المعبر الحدودي وتابع المحمود أنه إضافة لذلك فإن الجمعيات الخيرية والمشرفين على مراكز الإيواء يقومون بتأمين العدد المحدد والحاجة المطلوبة بناءً على الكميات اللي بيحتاجها الجمعيات اللي بتحتاجها طبعاً الجمعيات لترسلها إلى مراكز الإيواء والاستضافة اللي عمقين فيها المهجرين وأضاف طبعاً نحن بوصفنا محافظة الريف طبعاً عم نقوم بتأمين العدد المناسب بشكل يومي ولا يوجد أزمة خبز حتى الآن إنما مديرية المخابز بريب ديمشق قامت بزيادة كميات الطحين المخابز من أجل التوزيع على الأخوة اللبنانيين لحين عودت الأمور إلى ما كانت عليه طبعاً بدوره مصدر بحماية المستهلك أكد أنه ما في أي انقطاع بالخبز إنما الإجراء اللي عم يتم هو زيادة فقط بكمية الطحين لزيادة كمية الإنتاج طبعاً هذا شيء طبيعي يوم توقع اليوم عزاد الطلب على الخبز طبعاً معنه سلعة غتائية يومية استهلاكة يومية وأكيد سيكون في زيادة أيضاً على كثير من العناصر الغزائية طبعاً والمنتوجات طبعاً فهذا شيء أكيد طبيعي ما في داعي نحن دائماً نشعر بالهلاع وخزن إنه معقول إنه نكون في شيء نخزن يعني أنا بتذكر أذيك مرت علينا فترات خزنت العالم وراح تكبت كل شيء مخزن أنت بكورونا خزن بس عمنا تأزمي للأشخاص الثاني بأي شيء طبعاً هلأ كنت عم قول مونير بأنه هاي الإجراءات اللي نحن فعليها عم نشوفها هو أمر جداً طبيعي نشفنا نحن المهمة الأساسية للحكومة السورية الجديدة وأكيد بإشرافنا السيد الرئيس بشار الأسد كانت المهمة الأساسية أنه توجه كل الأياد وكل المهام الأساسية لدعم القادمين من لبنان فهذا أمر جداً طبيعي بأنه نحن نشوف في استنفارات نوعاً ما ولكن أكيد يعني خلينا نقل مساعدة الأشخاص وتقديم العون للمحتاجين خلينا نروح لخبرنا الثاني وهو أكيد أيضاً على الصعيد على المحلي ويتحدث عن الطرف الثاني من المتحلق الجنوبي سيكون قيد الخدمة في نهاية الشارع الحالي خبار جميلة وأخيراً أنا ناطر وصلي الفارغ الصبر صلوء زماني كان عنا من فترة حتى ممكن من 20 سنة نوارد تحكي نفق جديد طول كثير يعني هذا الجانب المتحلق حتى أنصرت أسأل أي حدا شو هو وضع أمر بخلصه جميعاً تحس حياتنا قبل المتحلق غير حياتنا بعد المتحلق نحن نعطونا فترة جماعي كتر خير نهاية أكتوبر يا جماعي إن شاء الله رح يكون في قيد الخدمة كشف مدير الدراسة الفنية اليوم في محافظة دمشق للمهندس معمر التكاك قال بأن الطرف الثاني من المتحلق الجنوبي سيوضع في الخدمة نهاية الشهر الأول الحالي وبعد الانتهاء من تهيله بشكل كامل فنياً وهندسياً أوضح الدكاك بأنه تم الانتهاء من تركيب مساند النيرابون والتسفيت بشكل كامل وأيضاً من توضع الشبك الموجود أيضاً على المتحلق وقال أكيد أنه تم التوصل إلى آخر مرحلة وهي مرحلة فواصل التمدد وعم يتم التركيب بالتتابع على أن تنتهي كلها العمليات بنهاية الشهر العاشر الموجودين فيه حالياً عن الكلفة التقديرية لم يصرح أكيد المهندس معمر الدكاك عن التكلفة لأنه لسه الأعمال قيد الخدمة ولا تزال الأعمال موجودة إلى الآن فيما يخص المشاريع المقبلة والتي أكيد كلها طمطرة ومونير متحمس لألها بعد الانتهاء من المتحلق الجنوبي قال الدكاك لموقع أثر أنه ممكن يكون فيه مشروع المجتهد وبابه مصلى اللي كان فيه له عمليات متعلقة بموضوع أنه سيكون فيه نفق بالفترة القادمة أي نهاينا الدراسة كاملة ونحن بانتظار الموافقة والتمويل للبدء بالأعمال قال أكيد المهندس الدكاك قال بأنه يجب تأمين التمويل كي لا يحدث انقطاع أثناء العمل فلا يجوز أن نصل لمتصف العمل ومن وقفه مثل باقية الأعمال السابقة هل باقية الأعمال السابقة هاي من عندي؟ مو من الموقع لأنه يعرف الجماعة لأنه كتير في مشاريع أحسن بتشوفيهم بمحافظة ديمشق أو حتى بالريف بتشوفي أنه هاي المشاريع ممكفاية طبعاً يعني عنا كتير مشاريع عنا صار هاي المشاريع تماماً يا البغة صار شيء أثري مثلاً بديمشق هل أنت انتبهد فندوق ساميرا ميس كيف تغير بحاجة فيكتوريا وكمان عند انشارها بطورة كمان؟ اعتراف ضمن طبعاً من المحافظة أنه هاي جماعة في مشاريع مكفاين فيها بس وقفوا بنص الطريق الجماعة لأنه ما كان فيه تمويل لا يشعر للشغل الثاني أكيد في طرفين دائماً يكون فيه انقسام ما يتعلق بالمشاريع بالظروف الرهنية لأنه يكون في ظروف اقتصادية صعبة وضيئ طبعاً فدائما الناس بسألوا يا جماعة لأن إحنا مثلاً الأولوية لهذه المشاريع تحديداً كاقتصادياً أو بنية تحتية نعرف أنه في أمور صلى أكثر من 40-50 سنة ما صار في عليها تجديد البنية تحتية صارت قديمة جداً تحتاج إلى عقدة تحتاج إلى نفق معينة صح 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 فاليوم مثلاً المتحلق الجنوبي طبعاً هو أحد المشاريع التي نشتغل عليها لكن لا أعرف لا تسمعي هذا الرأي ونحن اليوم قد تكلفته ليتم خاصة حتى اقتصادياً قد يكون فيها عبء على الموازنة طبعاً العامة ونحن بحاجة هذا المشروع في الوقت الحالي بينما هناك حاجات أساسية ممكن أن تكون أفضل ما يتعلق بالكهرباء ومياه أكيد الطرق هو شيء طبيعي ومهم جداً لأنه نعرف أنه شريان تحرك المواطنين والموجودين في سوريا اليوم الطرق ولكن أدهي تحمل دائماً أدهي شخص أساسي هناك أشخاص يتحمسون أنه هناك تجديد موجودة اليوم في محافظة ديمشق أو أي محافظة أخرى ونرى هناك أشخاص تغريب يهاجمون أنه الآن تبنوا مكان بإمكانكم أنه تعملوا طاقة بديلة تكون مثلاً الشوارع منارة ممكن طبعاً لأنك تسألي حالك سويساً اليوم أنه حل حقيقة هذه المشاريع عم تعمل تغيير نوعاً حتى يقولوا أنه أنتم تحطوا متحلق جنوبي لبعض الأراء كانوا يحكوا عن هذا الموضوع أنه متحلق صار قيد الخدمة ولكن اليوم أشخاص كثيراً مع الأسف يفقدوا حياتهم على الأتسترادات وعلى الشوارع الأساسية بالمحافظات فقط لأنه ما في عواميد إنارة تماماً فقط لأنه ما كان معتماً نحن نحن نحكي عن محافظة ريف ديمشق يعني أكيد عندها شغل جبار لمحافظة ريف ديمشق طبعاً عندهم شغل جبار لأنه إذا نحكي عن ريف ديمشق فهو أكيد فيه تقصير في إهمال بحاجة أكتر لدعم معين المتحلق يمكن تم صيانته أكتر من مرة إنما فيه شوارع مثلاً ما تم صيانته فعلى العموم مشكورين نتشكر أكيد كل الجهود أخيرنا نروح لخبرنا الأخير وخبرنا الأخير هو طبعاً طبي عن اختراع جديد قام فيه علماء طبعاً أعصاب باليابان وهي طريقة جديدة تساعد بإيصال الدواء إلى الجزء المسؤول في الذاكرة أو عن الذاكرة في الدماغ طبعاً وفق ما ذكرت وكالات علمية طبعاً بمقال كتبوا بعض العلماء طوروا طريقة طبعاً وجرد مجلة علمية مختصة بموضوع الأعصاب والأبحاث العصبية نطورنا نهجاً يسمح باستخدام جزيئات البروتين الشبيهة بالأنسونين لتوصيل الدواء إلى طبعاً الحصين وهو مركز الذاكرة في الدماغ إذ سيعمل هذا النظام على تحسين فعالية أدوية الزهايمر وتسهيل وصولها إلى الدماغ وأشار العلماء إلى أن الخلايا العصبية في مركز الذاكرة في الدماغ هي أول الخلايا التي تبدأ في الموت بشكل جماعي وتواجه مشاكل في الأداء أثناء تطور مرض الزهايمر وغيره من أمراض التنكس العصبي طبعاً لهذا ما نشوف أن الأشخاص ينسوا أسماء أولادهم الأماكن حتى أماكن المنازل كل هذه الأمور بصوة طبعاً مباشرةً مع تقدم بالعمر لأن الزهايمر يهاجب طبعاً هذه الخلايا المسؤولة عن الذاكرة في الدماغ فهي أول خلايا التي تموت الأدوية النموذجية الحالية للخرف أما غير قادرة على اختراق دماغ أو لا تتراكم بمركز الذاكرة لهذا العلماء لحل هذه المشكلة طورنا بروتيناً خميرياً يستعين بقدرات الأنسولين لاختراق هذه المنطقة من الدماغ وقدمه ممكن هذا الشيء يساعد طبعاً بما يتعلق به الزهايمر وقدمه ممكن يظل فيه إحياء لهذه الخلايا المسؤولة طبعاً عن التذكر مثل ما حكينا أن هناك الكثير أشخاص بعد السبعين ينسوا أسماء أولادهم وأولاد أولادهم طبعاً لا يكون هناك علاج حقيقي لماذا؟ لأن مجموعة الأدوية التي تطبق فعلياً لا تصل على المناطق التي يجب أن تضعها فأعتقد هذا الاختراع القادم سيسهل عمليات العلاج وبالتالي يمكن مرض الزهايمر لا يكون هذا المرض الذي يمكن أن يؤذي الأشخاص فعلياً يمكن أن نرى أن يتم استعمال هذا الدواء القادم خلينا نقول بكثير من المجالات هذا صح أن الإنسان يسيطر على ذاكرته يسيطر على أنواع الذواكر الموجودة لديه الذاكرة الصوتية، الذاكرة البصدرية وغيرها من موضوع الذواكر هذا صح أنه يمكن أن يكون هذا الشيء يساعدنا بحياتنا المستقبلية أنه أنت خلاص لا يمكنك أن تنسى؟ أو يمكن أن تتحكم بالنسيان بشعر كثيراً أعطيكم اقتراح جديد للعلماء أفكيراً أفكرت أنه لا يمكن أن تنسى فأتخيري لأنه لدينا مقاسي أكثر ما لدينا شغلات إيجابية وأنه لا تنسى أيضاً هذه الكوارثة بالحياة فهي أكيد شيء جداً سيء رح يكون